من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فهو حديث صحيح والمقصود أن يكون آخر كلامه كلمة التوحيد فمن كانت آخر كلامه ثم مات ولو بعدها بوقت كأن قالها قبل النوم ثم نام ثم مات فإنه يدخل في هذا الحديث لو نام ومات في نومه يدخل في هذا الحديث وقد جاء في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيت وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة الحديث فإذا هذا يبين أن من قالها عند الموت أو قبل الموت وكانت آخر كلامه غفر له إذا تاب وندم إذا تاب وندم وهذا يدل على فضل كلمة التوحيد والإكثار من اللهج بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر